طلاب الأعزاء السلام عليكم شونكم إن شاء الله تكونون بخير حلقة جديدة ومحاضرة جديدة من سلسلة محاضرات مادة الكيمياء للصف الثالث متوسط محاضرتنا اليوم راح تكون المحاضرة الثانية وهي مكملة المحاضرة الأولى اللي تحدثنا بيها عن التركيب الذري للمادة توجد حقيقة علمية راح نتفق عليها جميعا إنه الذرات ما تنهار لو انهارت الذرات سوف ينهار الكون هذه راح نتطرق لها هسه ونخليها ببالنا حتى من نتطرق إلى المواضيع القادمة نستند على هاي الحقيقة باعتبار راح نخليها شون مرجع لنا عندي تعليل وزاري مهم يتحدث عن نموذج راذرفورد اللي سميناه بالنظام الكوكبي أو النموذج الكوكبي التعليل يقول سميه نموذج راذرفورد بالنظام الكوكبي راح يكون الجواب الوافي إليه لأنه تصوره أو لأن راذرفورد تصوره بأن الألكترونات تدور بسرعة كبيرة وفي مدارات مختلفة البعد عن النوات كما تدور الكواكب حول الشمس يعني هذا نموذج راذرفورد إذا شوفه قدامك يمثلي بالفكرة مالته والنظرية مالته يمثلي النظام الكوكبي بالنظام الكوكبي عندنا المجموعة الشمسية أن الكواكب تدور حول الشمس أما بالنموذج اللي هو نموذج راذرفورد اللي سميناه بالنموذج الكوكبي أو شبهناه من نموذج الكوكبي عندي شنو التصور اللي طرح علي راذرفورد أن الألكترونات تدور بسرعة كبيرة وفي مدارات مختلفة البعد عن النوات كما تدور الكواكب حول الشمس يعني أكو ألكترون يدور مدار قريب وأكو ألكترون يدور مدار أبعد منه وألكترون بمدار بعد أبعد شلون هس الكواكب؟ الكواكب مو كلها قريبة من الشمس والدور بنفس المدار همياً أكو كوكب قريب أكو كوكب أبعد كوكب أبعد وهكذا هذا التعليل المهم من التعاليل الوزارية وإحنا مثل ما اتفقناه أنه بالوزارة يجيني يا أما ثلاث تعاليل أو أربعة فأضمن ذن التعاليل البسيطة أفهمهم حتى ما أنساهم لأن الفهم ما ينسي مو مثل الحفظ ينسي راح يكون عندنا مدخل إلى البناء الألكتروني الحديث بهذا المدخل اللي هو راح نتحدث به عن نموذجين اللي هم نموذج بور والنظرية الذرية الحديثة لكن بسبب نموذج بور اتطرقت إنه مشكلة هنا أحدثها العلماء عن نموذج راذرفورد هاي المشكلة تحتي عن نموذج راذرفورد وتعتبره إنه نموذج فشل يعني هو احنا قلنا كل نموذج بالفترة الزمنية ما لترح يكون هو الأفضل أو هو اللي ماشين عليه بعدها يجيني عالم آخر يدحظ لهذه النظرية أو يعدل عليها ونمشي عن نظرية جديدة فهنا أنا عندي أيضا تعليل وزاري فشل نموذج راذرفورد أو تكلم عن فشل نموذج راذرفورد يقول لك أو سؤال لماذا فشل نموذج راذرفورد طبعا هذا من الأسئلة المهمة دائما والمكررة وزاريا حتى أجاوب هذا السؤال لازم أفهم آني الكلام قبل لا أتطرق إلى الحديث بي أو قبل لا أتطرق لكتابته وحفظه نشأت مشكلة لهذا النموذج تستند إلى افتراضين هي كلها فرضيات الوصف الذرة وصف المدارات اللي بيها الألكترونات وصف النواة اللي بيها بروتونات هي كلها فرضيات ونظريات أوكي؟ فهنانا رح نتطرق إلى افتراضين أحدثها العلماء بالبناء الذر الحديث عندما تكلموا عن البناء الذر الحديث وحاولوا يطورون بالنموذج السابقة الافتراض الأول أنه إحنا رح نفترض الالكترونات تكون ساكنة لأنه راذرفورد ما قلنا لنا الالكترونات الدور حول النواة لو متوقفة حول النواة بس موجودة هيش فإحنا رح نفترض الافتراض الأول يعني بالإجابة للسؤال نقول لنا نشأت مشكلة لهذا النموذج تستند إلى افتراضين الافتراض الأول إن الألكترونات السالبة ساكنة يعني غير متحركة لذا فإنها سوف تنجذب إلى النواة وتسقط فيها على اعتبار النواة تحتوي على البروتونات والبروتونات كتلتها أكبر بكثير من كتلة الألكترونات يعني الألكترونات هي جسيمات دقيقة أو متناهية في الصغر فراح تجذبها النواة إلهي وتسقط فيها وهذا الشي غير صحيح يعني ما راح يطبق أنه النظرية اللي توصف الدرة بشكل صحيح الافتراض الثاني إن الألكترونات في حالة حركة يعني متحركة حول النواة وبما أن الشحنات الكهربائية المتحركة لأن الألكترونات عدها شحنة سالبة يعني شحنات إلكترونية وبما أن الشحنات الكهربائية المتحركة تحت تأثير قوة جذب اللي هي قوة جذب النواة تطلق طاقة من تجذبها النواة راح تفقد من طاقته لذا سوف ينتج عن ذلك فقدان في طاقة الألكترون الألكترون بدأ يتعب هو يفتر وتجذبين نواة ويفقد من طاقته بدأ يتعب فقدان في طاقة الألكترون فتبطأ حركته أي واحد يفق الطاقة راح تبطأ الحركة مالته مما يجعله يلفلو لبيا يقوم يططح ويكون غير قادر على مقاومة النواة ويسقط فيها من يسقط بالنواة راح تنهار الذرة لأن انتهفت شيء سالب ومو جمت عادلات وفي كلتا الحالتين اللي هي الألكترونات الساكنة أو الألكترونات متحركة وفي كلتا الحالتين سوف تنهار الذرة والذرات لا تنهار والذرات لا تنهار لذا فشل هذا النموذج أكو وصف شوية أنا أطلق للطلاب أو أشبه لهم الفكرة إذا أنت عندك سيارة مثلا وفولتها بنزين البنزين راح يولد لك طاقة حتى تشتغل السيارة وتمشي بيها أنت أخدت السيارة وظلت تفرفر بيها بالمنطقة تفويلة كاملة ظلت تفرفر بالبنزين يوم كامل راح تفقد السيارة طاقتها وتتوقف في مكان معين بس إذا أنت ذكي راح تستغل أنه هاي البنزين تكفيك إلى فترة معينة تمشي بيها مثل كل يوم أنت تروح بس تقضي حاجياتك وترجع راح تحافظ على الطاقة مالتها لكن كل ما يقوم ينزل عندك عداد البنزين راح تقرب 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 شوية شوية إلى أن توصل للبنزيخانة لأن فقدت الطاقة كلها وتفول من جديد فهذه بالحالة إذا أنت كنت متوقفة بالبداية ساكنة سوف تنجذب نحو النوات يعني ما عندك بنزين قبل راح تروح للنوات البنزيخانة تفول أما إذا أنت جنت في حالة حركة فراح تظل إذا أنت سايق ذكي راح تظل الحد ما يقوم ينزل لقيتش ينزل وشفت القلوب أشهر عندك البنزين راح يخلص راح تتقرب تتقرب من البنزيخانة اللي هي النوات إلى أن تسقط فيها أوكي زين شلون في كلتا الحالتين سوف تنهار الذرة والذرات لا تنهار شراح نزوي راح نسوي أنه التفويلة مالتنا راح نسويها على أنه إحنا تكفينا في مدارات ذات طاقة محددة وأنصاف أقطار محددة يعني أنا راح أقوم أروح الشغلي وأرجع ما أطلع بالسيارة هواي أروح الشغلي ثاني يوم وأرجع راح أتحدد لي المسافة لأروح بيها وتحدد لي الطاقة لأفقدها أوكي اللي هي هاي النظرية اللي أطلقها العالم بور وسميناها نموذج بور نموذج بور قلت لكم إذا أنتوا حفظتوا ذيش النماذج حسب التسلسل الزمني فذنيتوا لثلاثة قبل تطور البناء الذر الحديث أوكي يعني حتينا عن تطور بس قبل أن ندخل للمدخل في البناء الذر الحديث نموذج بور هو يحتينا عن البناء الذر الحديث إحنا هنا حتى نحفظه وي البقية قلنا بور على وزن فور هو الرابع لكن هو النظام الذري الحديث راح يعتبر الأول والنظرية الذرية الحديثة اللي نأخذها بالمحاضرة القادمة راح تكون هي الثانية نموذج بور اش يحتي لي او اش يوصف لي اقترح العالم بور او اقترح بور ان الالكترونات تدور حول النوات الالكترونات شبيهة تدور حول النوات رادرفورد ما قل لي لا هي الدور ولا ساكنة اوكي لا هي في حالة حركة ولا هي ساكنة لكن بور هنا اش قل لي قل لي ان الالكترونات تدور حول النوات في مستويات ذات طاقة محددة حدد للطاقة مالتها وأنصاف أقطار هم محددة المسافة اللي يروح بيها الألكترون اللي إحنا موعدنا نوات وهذا الألكترون يدور مدار أوكي أنصاف أقطار محددة يعني إذا بعده من أنا عن النوات يجب أن نقول 1 سنتيمتر في كل جهة هو 1 سنتيمتر يعني ما يقدر يوصف أنه هو الوصف قديم ما يقدر يوصف لي أنه بشكل دائري فيقول لي أنصاف أقطار محددة يعني من كل جهة النصف قطر مالته متساوي من كل جهة النصف قطر مالته متساوي أن الألكترونات تدور في مستويات ذات طاقة محددة وأنصاف أقطار محددة يعني بشكل دائري ولكل مستوى طاقة رقم يميزه ويصف طاقته لكل مستوى طاقة رقم يميزه يعني ميزته هذا المستوى الأول هذا الرقم واحد يميز لي أنه هذا المستوى الأول مو المستوى الثالث لو الرابع هذا رقم واحد أوكي ويصف طاقته بما أنه هذا واحد فأوكي الطاقة مالته أقل من الاثنين طبيعي هذا أوكي لكل مستوى طاقة رقم يميزه ويصف طاقته شنسميه هذا الرقم؟ يدعى بعدد الكم الرئيسي هذه راح تأخذها بصف خامس شرح مفصل عنها أعداد الكم الرئيسية إن عيدة اقترح بور إن الألكترونات تدور حول النواة في مستويات ذات طاقة محددة وأنصاف أقطار محددة ولكل مستوى طاقة رقم يميزه ويصف طاقته يدعى بعدد الكم الرئيسي هذه مثل ما اتفقنا إنه دفترك يمك وتسجله نذني وحدة وحدة حتى إنه يكون هذا الدفتر إليك شافي ووافي يغنيك عن أي ملزمة وعن التلخيص من الكتاب المقرر هذه مستويات الطاقة شوية راح تحدث لك عنها لأنه هو يتجيك من ضمن الفراغات أو الاختيارات لازم أنت تكون فاهم مو حافظ أوكي إذا تحفظ الأمور من الممكن تنساها لكن أنت من تفهمها راح تسيطر عليها وحفظها يكون سهل بالنسبة لك الألكترون في مستوى الطاقة الرئيسي الأول عدد الكم له يساوي واحد زين الألكترون في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني راح تقول لها عدد الكم الرئيسي له يساوي اثنين هاي تجي على شكل فراغات أو على شكل اختيارات ليش مرات تكون الأسئلة الوزارية سهلة ومتفاوتة الصعوبة مرات بيها مثل هاي الأسئلة وانت ما تعرفها ضايع عليك بين الأسطر وضايع عليك بين أنه أنت تقرأ بزدني وتقرأ المهمات الهنانة وعايف كل شيء أنت يقول لك بزدني المهمات بزدني المرشحات تروح تقراها نتركز عليها إذا ما إجن فأنت سويت ضربة حظ وبهالحالة ما راح نستفاد وإحنا ما نريد نجازف لأن عندنا امتحان وزاري وهي فترة محددة فلازم أنت تسيطر على الشغلات تفهمها فهم وبعدين تتجه للشغلات اللي تحفظها الفهم راح يسهل عليك ويقلص لك الوقت ما تحتاج وقته هو يتقرأ بي فذلني تفهمهم احنا كم مستوى طاقة رئيسي عندنا خليها ببالك عندنا سبع مستويات طاقة رئيسية يعني الألكترون في مستوى الطاقة الرئيسي الأول عدد الكام له يساوي واحد في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني عدد الكام له يساوي اثنين الثالث عدد الكام له يساوي ثلاث الرابع والخامس والسادس نفس الكلمة تحولها إلى رقم وكان الله يحب المحسنين هذه لازم من الأمور اللي تفهمها ما تحتاج عليك تزيد بقرايتك وبضل بلا 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 نجي إلى ملاحظة أخرى تزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النواة إحنا المستوى الأول هو القريب على النواة يجيني هذا رقم واحد رمزنا له إذا تذكروا بصف ثاني كان الواحد نطي رمز كي أوكي والثاني L والثالث M من نجي للمستوى الثاني هذا شوية أبعد عن النواة صح؟ طاقته أبعد النواة ما مسيطرة عليها الأولى النواة مسيطرة عليها جاذب الألكترون عليها الثاني شوية أبعد طاقته أكبر زين الثالث بعد طاقته أكبر فهنانا هذه همياً معلومة تفهمها تزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النواة تخليها ببالك إذا جاب لك اختيارات المستوى الألكترون في مستوى الطاقة الرئيسي فراغ أوكي يكون أعلى طاقة ومطيك مثلاً الرابع الخامس السادس فأنت كل ما يزيد الرقم تزيدوا يا الطاقة مال هذا المستوى أوكي تخليها هذه أيضاً معلومة ببالك ما تحتاج قرأي أكثر من مرة تحتاج الفهم وها هي اتلخص على نفسك أوكي نموذج بور اللي اطرقنا إليه إجونا مجموعة من العلماء بالنظرية الذرية الحديثة وفشلوا أن هذا النموذج شلون سهل فهي يوم ياه اللي يجي من العلماء وجوا مجموعة قلوا لأيابه هذا النموذج مالتك ما يفيدني حضر عمامك سؤال ينطرح علي لماذا فشل نموذج بور في تفسير شكل الذرة أو يجيك تجيك مفردة شلون هاي فشل نموذج رادرفورد أو جملة فشل نموذج بور راح تكون من ضمن التعاليل هذي شا تقول ليه ليش فشل نموذج بور لأنه فسر تركيب ذرة الهايدروجين يا با واذا فسر تركيب ذرة الهايدروجين وهي أبسط نظام ذري لأنها تحتوي على الكترون واحد وبروتون واحد هذا الهايدروجين عدد الذري واحد من تريد تكتب له ترتيبه الكتروني 1S1 الكترون واحد يعني عنده بالنوات شنو بروتون واحد هنا بالنوات شموجود بروتون واحد أوكي وبالغلاف هذا موجود الكترون واحد وهي أبسط نظام ذري ليش لأنها تحتوي على الكترون واحد وبروتون واحد ايه واذا فسر ليه تركيب ذرة الهايدروجين واذا هي تحتوي على بروتون واحد وإلكترون واحد ايه مفجلة في تفسير بعض الظواهر الطبيعية لبقية العناصر اذا تتذكرون بصف ثاني في موضوع العناصر انه احنا عدنا 118 عنصر مرتبة في جدول دوري للعناصر اذا احنا عدنا 118 عنصر لعد المنبور مش اللي بلي بس بذرة الهايدروجين اللي عدها الكترون واحد وبروتون واحد بقية العناصر اكيد الهليوم اثنين الليثيوم ثلاثة البريليوم أربعة البورون خمسة وهكذا للمية وثمنتعش يعني ذنيتش هم يحتاج لهن وصف لذلك فشل هذا النموذج اجتني النظرية الذرية الحديثة اططتني وصف دقيق الى الان احنا ندرس هذا الوصف ونتبع شكل وتركيب الذرة على هذا الوصف اللي وصفت لي النظرية الذرية الحديثة اللي احنا سميناها او راح نطرق الى بالمحاضرة القادمة بنظرية الكام من ضمن هذا التعليل والجواب مالته عندي تعليل آخر يقول يعتبر تركيب ذرة الهايدروجين ابسط نظام ذري فاذا انت شنتوا مركزوا اياي بالمحاضرة راح تكون بطل تكتب هذا التعليق وتكتب يا تعليق تكتب هذا التعليل وتكتب جوابه جوا اطلعه مننا تكتب ليها بالتعليقات وخليه شوفه صحيح او لا حتى تعتمد عليه هذا كل ما محاضرتنا اليوم حتى لا يصير ثقيلة عليك وحتى تقدر اكثر من مرة تعيدها خلال الفترات اللي تصفح بيها وتستفاد اكثر وتفهمها اكثر مما انه انت تكون محتاج الى قراءتها اوكي ان شاء الله تسجل يمك بدفترك وان شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة راح نتحدث عن النظرية الذرية الحديثة والمسمات بنظرية الكيم وراح نتحدث عن الأوربيتال والسحابة الالكترونية وندخل الى التركيب الالكتروني اللي راح نعرف به شلون نكتب تركيب الالكتروني للذرات بصورة نظامية حديثة لهنا انتهت محاضرتنا طبعا اشكركم الشكر الجزيل على شابعة القناة وها هي التقيكم في امان الله